أهلا بك طبعا يا كريم أهلا بك يا محمود وشكرا لك وأهلا بكم مشاهدين الكرام انطلقت جلسات لجان الفرعية ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم الثلاثاء حيث تم هاقد أربع جلسات على مدار اليوم وذلك وفقا لجدول أعمال الأسبوع الثاني الذي أعلن عنه مجلس الأمناء يعد المحور الاقتصادي في الحوار الوطني من المحاور التي تستحوذ على اهتمام الجميع حيث يشكل من ثماني لجان فرعية وهي لجنة التدخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ولجنة الصناعة ولجنة الزراعة والأمن الغذائي ولجنة العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى لجنة السياحة خصص مجلس أمناء الحوار الوطني جلستين اليوم الثلاثاء للجنة الصناعة وذلك لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري بين تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة المصرية وعلى التوازي خصص مجلس أمناء الحوار الوطني جلستين للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والمنود بها مناقشة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات بالإضافة إلى بحث مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد وأيضا مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليا وعالميا وخصص مجلس الأمناء ثلاث ساعات لكل جلسة بإجمالي ساعات عمل للجان بتصل إلى 12 ساعة في المحور الاقتصادي بمشاركة واسعة وتعقد الجلسات في الأسبوع الثاني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة مصر مشاهدينا كان هذا عرضا مفصلا لاستعدادات انطلاق الجلسات النقاشية للجان للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثة شكرا لكم على طيب المتابعة ونعود الآن مرة أخرى للزميل محمود السعيد لاستكمال فقرات برنامج الحوار الوطني اليك مرة أخرى محمود ترجمة نانسي قنقر